أعلن مصدر حكومي مطلع أن الحكومة الجديدة ستشهد تغيرات شاملة في المجموعة الاقتصادية أضاف المصدر أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء في مقدمة الوزرات التي سيتم تغييرها في السياق كشفت جريدة الوطن عن إسناد وزارة التموين لشريف فاروق والأوقاف لأسامة الأزهري والتضامن الاجتماعي لمايا مرسي فيما كشفت جريدة الدستور عن إسناد وزارة الإسكان لشريف الشربيني والمالية لأحمد كوجوك فيما كشفت جريدة اليوم السابع عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزير للخارجية مع ضم الهجرة واختيار المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كما كشفت عن تغيير محافظي القاهرة والأسكندرية والأقصر فيما كشفت أكستر نيوز نقلا عن مصادرها إسناد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحسن الخطيب ووزارة العدنان الفنجري ووزارة الطيران لسامح الحفني كما أعلنت أن حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسمعالية والسويس وبور سعيد وأن التغيير الوزري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر